هو ده اللي احنا بنراهن عليه احنا بنراهن على المجتمع وواعي المواطن بان عمالة الاطفال ده شيء بيدمر مستقبل وبيدمر الحاضر بيدمر فينا قيمة الرحمة وبيدمر المستقبل اللي احنا بنعد اولادنا عشان ياخدونا الى مستقبل افضل واحسن انا عجبني في البوبس اللي حصل ده وفي التقرير اللي حصل ده شوية حاجات مهمة اوي عجبني هذا التنوع والفهم بس في نفس الوقت كنت لازم الاحظ ملاحظة ان بعض الناس قالوا حاجات ممكن تكون اسباب لعمالة الاطفال زي ما حد بيتكلم على ان بعض الناس بيجيبوا اطفال عشان هم يشتغلوا وما فيش ثقافة فبتأدي الى عمالة الاطفال والناس ما بتحفظها على تربية اولادها ولا بيعلموه متعليم صحيح فبيضطروا لكن هو كمان في حاجات بتكون احد الاثار اللي بتترتب على عمالة الاطفال وعايزين بقى نفهم ازاي عنا نتعامل مع الملف ده الملف ده مسهل الملف دوت في الحقيقة انا شايفه شيء نموذجي ممكن ندرس فيه قد ايه احنا بنتعامل مع قضية الوعي شيء نموذجي بيخلينا نقف قدام مسئولياتنا قدام مسئولياتنا اللي في الحقيقة انا اسف انا ما بقاش مبسوط ان انا ابقى ماشي في الشارع واتغاضعا ان انا اشوف طفل بيعمل وبيعمل عمل شاق واننا اتجاوز عنده وامشي لا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اكد فينا معنى مهمة اوي قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ان انت تمشي وتشوف الطفل بيعاني هذه المعاناة وتمشي وانت عارف ان القانون بيجرم ده اظن دوت بيخلي المجتمع كله قدام مسئوليات احنا فين من رحمة حضرة النبي واحنا فين من قيمة الرحمة اللي هي مركزية في دينا يا جماعة من مقتضيات الرحمة ان الطفولة هي مرحلة التربية وليس مرحلة العمل ان الطفولة هي وقت مهم جدا جدا لبناء شخصية الطفل بناء شخصية الطفل وبيتبني على ان المجتمع بيرحمه على ان هو المجتمع مهتم بتنشئته مش ان المجتمع مهتم بيستهلاكه احنا لما بنخلي الاطفال تعمل في سن مبكرة هو صورة المجتمع في عينه ان المجتمع بيستهلكه مش بس اثرته لان فكرة عملت الاطفال مش جريء في سن غير قانون ان هو يعمل فيه ده مش بيشتاء مش بيكون المسؤول عنها لأسرة بس وكمان مسؤول عنها على الشخص اللي قبل ان هو يعمل عنده طفل غير مناسب بيئة العمل بالنسباله عمل الاطفال بحجة تعليمهم الرجولة وتحمل المسؤولية غير مقبولة على فكرة لان احنا ممكن فيه برامج بتعلم الاطفال ازاي يؤكدوا ذاتهم وازاي ابنه شخصيتهم بعيد عن فكرة ان انا اشغلهم عنده لان الطفل ما يجبش ان احنا نختازل سنوات طفولته ونمنعه ممارسة طفولته عشان ننقله لمرحلة امورية اكبر منه بدعوة ان احنا عن سارع في نطجه ده مش حقيقي اه صحيح ممكن الطفل يجرب ان هو ايه هي فكرة العمل مش انه يشتغل في السن ده عشان يجيب مال جزء من مفهوم كرامة الانسان بالمناسبة في قولي تعالى ولقد كرمنا بني ادم جزء من مفهوم كرامة الانسان عدم تحويله الى سلعة عارفين الانسان ازاي بتحول الى سلعة لما يكون مرحلة عمرية هو مش مطلوب منه انه يأتي بربح ولا يأتي بمال فاعرضوا انه يتحول الى اداء لكسب المال فساعتها بينزل الانسان من علياء الكرامة الى حضيط انه يتحول الى سلعة الى حضيط ان يتحول الى اداء ممكن نعصرها وممكن نكسرها وممكن نقتل الفرحة فيها ونقتل السعادة فيها ونزود فيه الوجع والمظلومية عشان حاجة واحدة بس عشان ده يجيب لنا اموال اذا كنا عايزين نتعامل مع الطفل بشكل صحيح فيجيب التدرج مع الاطفال في التربية وتعلمهم تحمل المسئولية ده يكون فيما يتعلق بالمطلوب منهم في سنهم ده مهام بسيطة زي ان الواحد يهتم بغرفته يهتم بمذاكرته يهتم بوقته توزيع وقته ويهتم كمان ازاي هو يرتقي بنفسه شيء في شيء تحت رعاية والديه انتو فاكرين حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة مهمة في التعامل مع الاطفال وتعامل مع الاسرة كلكم رائن وكلكم مسؤولون عن رعيتي الرجل رائن وهو مسؤول عن رعيتي والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها مين رعيتها أطفالها مين رعيته أطفاله ففي جزء من الرعاية فالولد لازم يتم فترة الطفولة تحت رعاية ولزيك احنا عندنا مفهوم اسم ومفهوم الحضانة ومفهوم اسم ومفهوم النفقة عشان يفضل الولد في حالة رعاية يبقى لازم نفهم لو الطفل عرف ان المطلوب منه وتشجع على تنفيذه هيعمله وهيوصل للرجولة شيئاً في شيئاً منع الطفل من البكاء مثلاً بحجة ان انت بقيت راجل والرجالة ما بتعيطش ده نوع من انواع انتهاك الطفولة التعدي على الطفولة ليه؟ لان انت بتكلفه ما لا يطيق تذكروا ان الحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للمرء ان يكلف نفسه ما يطيق قالوا كيف يكلف نفسه ما لا قالوا ليس للمرء ان يزل نفسه رسول الله بيقول ليس للمرء ان يزل نفسه قالوا كيف يزل المرء نفسه يا رسول الله قالوا ان يحمل نفسه ما لا يطيق ما تحملوش الاطفال ما لا يطيقون ما تجيش تقول له انت بقيت راجل ما تجيش تقول له انت لازم تبقى مسؤول انت لازم تكتسب احنا في حاجة الى ان انت تكتسب رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان المدة بتاعت الاطفال دي هي مدة تعليم فشوف قال ليه حضرت النبي علموا ابنائكم السباحة والرم والمرأة المغزل يعني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا نعلم الاطفال ما يتناسب مع حياتهم فالمقصود هنا ان تعليم الاطفال المهارة وتنمية قدرتهم وعشان كده عمالة الاطفال ما فيهاش رحمة ما فيهاش رحمة بيهم ولا باحتياجاتهم انا اقول لكم حاجة انا من العادات اللي بحبها في بعض الاحيين باجد ناس بيقصوا على ناس وبيرموهم في الشارع عشان يجيبولهم اموال وبحس ان هما اتر الطفولة فيهم انا بحب ان انا اديهم حلوة او اديهم طعام عشان الولد دوت اكثر فيه انه سلعة واصح فيه انه بنا ادم فاحتياجاتهم لازم يعيشوا سنهم وياخدوا فرصتهم في التعليم عارف ان بعض الاهالي بيضطروا ان اولادهم يشتغلوا ويساعدوهم عشان ظروف مرض العائل بتاعهم او عجزوا عن العمل نعم وفي سوق الاحوال المالية الشديدة بيكون لازم بقى اذا اضطرنا لده ان احنا نراعي الظروف نراعي ظروف العمل اللي بيتعرض لها الطفل وان كان ولابد ان الطفل يعمل فمش مقبول ان احنا نخرجهم من مدارسهم ولكن يعملوا في اوقات الاجازات وبشروط شديدة السرامة فيما تعالق بالاطفال اللي يمكن ان يعمل بيها الاطفال ولابد ان احنا نقول ان الشروط دي لازم تشتمل الشروط دي على اول حاجة لا يجوز ان الاطفال يعملوا في اعمال بدنية شق ولا يضطر الطفل لحمل اشياء ثقيلة او المشي للمسافات بعيدة او تعريضه للخطر سواء الخطر دي خطر الطريق او خطر المواصلات ولا يستخدم ادوات حده خطيرة ولازم نراعي فترات العمل للطفل وانه يحصل على وجبة مناسبة ومشبعة حد يقول انت بتقول حاجات ما بينعملهاش مع الكبار خلاص نمنع شغلة الاطفال حتى لو في ده ونوفر لهم ما يجعلهم يستمروا في حياتهم الطبيعية الحياة التالتة مراعاة الظروف البيئية وعدم دفع الطفل العمل تحت اشعة الشمس المباشرة في الايام الحرة او انه احنا نحطه تحت في البرد الشديد لازم كمان نراعي عدم اهانة الطفل او ضربه او اجباره على انه ينفذ مهم شقة ما تتنسبش ابدا مع عمره وكمان لازم نعطيه نعطي الطفل حقه المادي كامل مقابل عمله زيه زي الكبار ولازم لالتزم بعدد ساعات عمل للطفل وده الحاجة الستة لسنه وعدم اجباره على مواصلة العمل لساعات طويلة بعض الاهالي بتجبر ايالها يشتغلوا في التسول او في اي مهنة وهم نفسهم مش بيشتغلوا اهي دي انا اسف يعني دي محتاجة تعبير قوي ان الاب يبقاعد وهو قادر على الكسب وقادر يشتغل وشغل ابنه دي نوع من انواع ان انحطاطه ناسف يعني ابنك اللي هو اللي هو اكتر حد عايزه يكون مرتاح وعايز يكون ايه اللي انت بتعمله ده ودخله ويبقى الاسلفار هم اللي بيصرفوا على البيت وحضرته هو مش قادر يعمل ده لازم نفرق بين ان يكون الطفل سند ابوه وان الاب يعامل ابنه على انه ملكي ليه وسلعة هو بيملكه ممكن يعصره وينزل منها فلوس زي العبيد يعني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال للأب القاسي ماذا افعل اذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك احنا عايزين الناس متخافش من دي الرزق فتدفع الاطفال للعمل البنت قالت بنت الصالح قالت لأبوها ما عيدناك يا ابي رزاقة ولكن عيدناك أكالة انا عايز اقولكم ان عمالة الاطفال حاجة بتصرخ في اوشنا لان هي بتجمع مشكلات كتيرة عارفين عمالة الاطفال بتبقى احد اهداف زيادة السكانية مش بس الاطفال فيه ناس بتخلف عشان الاطفال يبقوا عزوة لكن بيخلفوا الاطفال عشان الاطفال يبقوا حصالة انا اسف اطفالنا اللي ربنا سبحانه تعالى كرم البشرية بان يكون فيه اطفال ولما حب مولانا يعبر عن جميل الوصل الرباني قال من حج ولم يرفس ولم يفسق عاد كيوم ولدته امه الموليد الاطفال اصحاب البراءة والفطرة اللي احنا بنقتلها بالعمل فيخلف قد ما يخلف وتزيد 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 عدد السكان عشان هو هقايز حضرتك يطلق ولاده في الغيط او يطلق ولاده في العمل ويقعد يعمل ايه يلم الحصيلة بتاعتهم بعد كده ونحاول بقدر الامكان يفهمه ان انت لو جمعت مال انت في الحقيقة بتجمع احقاد هؤلاء الاطفال بتجمع رماض هؤلاء الاطفال فلازم نعرف ان الاطفال ربنا خلقهم في حياتنا عشان يعملوننا ادوار منها ان الاطفال دولة هو باب الامل الواسع في الحياة كل يوم جديد انت بتتولد كطفل طب اذا كنت بتعمل في الطفل ده هتعمل في ايه في الطفل اللي جواك هتخلي الطفل الجواك يشتغل السكسايا فيه ناس كتيرا بيقولوا احنا بنعيط من جوا لان احنا حاسين ان الطفولتنا وبرائتنا اللي في قلوبنا ماتت الاطفال كمان رمز للبراء فكل ما بتهين البراءة دي كل ما الناس الطيبين بيتراجعوا في بقى حياتنا الاطفال كمان باب الرحمة اللي موجودة فلزاك لازم نرحمهم لازم نعرف ان احنا وبنقف امام امام عمالة الاطفال مش بنقف قدام عمالة الاطفال بس ده احنا بنقف امام طبور من الفساد المجتمعي بنقف من فساد زيادة الخلفة امام فساد استغلال الناس لبعضهم امام فساد عدم تأهيل الوالدين على انهم يكونوا اباء وامهات راشدين احنا عندنا طبور طويل واحنا بنقف امام عمالة الاطفال لازم نتكلم عنه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان زي ما بقول كده بيدوب قلوبنا مما نشوف الاطفال يشوف سيدنا الحسن والحسن فيحتضنهم ويضعوا على فخذي وهو بيلعبهم وبيقبلهم فيدخل الرجل يقول له عندي عشرة من الاولاد يبدو ان ده شبه للا ايه شبه الناس اللي عندنا بيخلفوا كتير عشان ايه الولادهم يعملوا يشغلوهم حصالة عندي عشرة من الاولاد ما قبلتوا واحدا منهم قبل ماذا افعل اذا حضرت النبي يروح على طول معلمنا الدرس ماذا افعل اذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك نعمل ايه بقى عشان نواجه هذه الظاهرة اللي هي في الحقيقة بتنتهك فطرتنا وبتنتهك المجتمع في اعز ما يجب ان يحافظ عليه وهو ماذا وهو المستقبل وهو البراء وهو الرحمة ترجمة نانسي قنقر